تابعا معكم مشاهدين اللقاءاتنا بيوم جديد لكن الأشخاص اللي حاسين بشوية شوب لقاءنا هلأ بفتكر هيك رح يبعث شوية برود لأنه بنا نحكي عن التلج وتحديدا عن الحفر على التلج بس خلوني بالأول عرفكم على ضيف الموجود معنا بالستوديو أهلا وسهلا فيك روني محفوظ حضرتك صاحب شركة متخصصة بحفر التلج وحضرتك متخصص بالأوتلري من فرنسا تحديدا مضبوط وهيك خليني بلش معك بالأول عن إذا بدك الدفياسوني اللي صارت بين اختصاصك وبين هلأ الشي اللي امتهنته واحترفته صار لك حوالي سنتين تقريبا وهو الحفر على التلج بشكل أكتر من رائع روني مرسي على الكومبليمونيات الحلوية هايدي اعملنا دفياسون من الشغل الأساسي اللي كان مقصصه بفرنسا أنا صار لسنين كنت أنا عايش بارات لبنين ونهار للميت أني أرجع استقر بتماكل الأشخاص اللي بيكونوا بالغرب بيصير عندهم هالنوستلجي يرجعوا هذا الكونسبت اللي عمله أنا بلبنين ما حدا عامل منه بعد بلبنين وجرأت بإنفستمت كبير ترجع على لبنين حط هالكونسبت بلبنين أكيد أنا جعلت العمبارات لبنين منه بذلك الوقت ندمج الزهر مع الثلج لأنه فميلي بيزنس بالزهر وهيكا نطلقنا بس الثلج يمكن الواحد بيتخيل صغيرة أوقات منشوفهم بعض الاحتفالات والمناسبة الخاصة أنت بتشتغل على أفكار شوي غريبة عجيبة وبتحب تتميز فيها بس ووني قبل ما نفوت ونبدأ نشوف الصور مع المشاهدين بدأ أعرف التكنيك كيف أخذتها والتكنيك هوني أدافين ركزة عليها الأهم شيء الأساس أول شيء هي التلج اللي نحن نستعمله اللي هو بالإنجلي كريستال كلير عايس بتشوفيه مثل كريستال اللي بتشوفيه الصور لي مش التلج العالية اللي نشوفه أبدا أبدا يعني كل بلوك تلج نحن قبل ما نشتغل بالبلوك قبل ما أنا أنحط فيه أما عمل ديزاين عليه بيأخذ حسب سمكته عنا 25 سنتيمتر بلاش نشوف يعني شباب خليني بيأخذ أربع خمسين بلوك تلج تسير بلوك قبل ما ننظر نشتغل فيه يعني البلوك التلج بيصير تصنيعه بالبنائل عندي أنا بالأتولي بالأتولي كله يعني بالأعزاد مثلا هيدولي خارج أعراس هذا كان فيه عارس كتير مهم كنا عاملين عندي شاندوليي لكن هذا غير موضي لشاندوليييييييييييييييييييييييييييييي�� بدوب مضبوط بس كوني أكيدي أنه بيخلص الإيفنت مرجع منفكه أنه منحطه دعانه هو أنت بكونت فيه يعني هذا مثلا هذا كافيار ستيشن هون هيدا الكافيار ستيشن يعني هو يمكن نسبة أسهل من يلي عملتون للشمع كله صعيب بالنتيجة كله صعيب يأخذ معك وقت يعني مثلا هذا فيني يشتغل عليه أنا تريبا بينما قويت نهارين شغل نهارين شغل شليل بدوا إفار يعني جسدي نه في وزن لأنه كل كل بلوك تلج بتعتبر وزنه شي 130 كيلو في تكنيك لتحمل البلوك تلج ما فيك تقول لتعبدي شونه على الأرض ما نهاييني أبدا أدي الغلط مش نسموح كمان معقولي طائية أما مش ناكي نحنا اللوجيستيك اللي هي هامة شي بالشغل هي اللوجيستيك يعني نحنا أنا بس خالص اسكولتور كل أطعب بدي غلفة بيك بابي بيول كأنك عبتني اللي قاتت زيز بالسيارة معيك كلينك فيلم تنقطع لهوا عنه أوكي هوني في مثل ما بشوفي في كازا موديلات عملية لحفلية لبرايفيت فونكشن شفت الديس بلاي اللي تحت هو اللي بيعطيها اللايتينج وبذلك الوقت الماء بتدوب بقلبها ما بتقولي ما أول شي بيسروني طب كيف بلا تدوب عنا بسان هو اللي قصم شكل من الآيس بار اللي بعملون أنا هيدا البار عم تحكي 800 كيلو وزن كل واحد يعني كيف بديك تخيل انت 800 كيلو وزن بدو يدوب بي بسان بي قد ما تكون شوب حفلت على البحر بالجبال في مرة كنا عنا إفانت ريلاونشينج بمطعم بسبب عيوني السيمين بقي البار أربعة أيام قاعد عا تقديم بس كان بعد ما تلجيت كانت لو تلجيت كانت بقي عندهم شي شهر حلوين حلوين كتير يعني طب الأفكار ما هيك يلي بتطبقها يعني هولي ديزاينات كيف بتكون شيفون بتعملهم مثل ما هنه هيدا مثلا لك الأتولية عندي هوني كنا عم نحضر هيدا 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 خمس متار دينيير هيدا الطاولة التلج لي استعملنيها للأرس هذا أخذ معنا جمعتين شغل أنه كله ديتايل طب هوني روني درجة الحرارة قد تكون عندك أنت عم تشتغل أدري هيدا بالأتولية حرارة عشرين عشرين لا مقبولة بس الفريزر مواندي زويت أي بس أنت بتشتغل بدرجة حرارة قد عشرين فان بتكون يعني مقبولة اوكي أنا بس فوتو بطلع الفريزر تعود تعود جسمي بالتيشورت أول مرة كنت سائع عجرية كتير يجعوني هلأ خلص مش نحال مثلا هيدا فيك تكون welcome درينك ستيشن بار شامبين بار مع فريش فروت وطومات توريز هيدا كمان عملت العراس حلوية يعني كل شيء ممكن يتنفذ ويصير هيك استاتيو يعني فيش فكرة في أساس أنا طلب مرة من الفيديو كليب أعمل شخص مطربي ووجه ما في ما بتزبط لبنان لأنه الشوب بغيه دغري بدو بالتري طبع الوجه أوكي بس أنت كلاحة يعني هلأدي عندك توش أرتيستيك تقدر يعني هلأدي هلأ هي تكنيك بش هي أساس بسانو عنديك تريدي لاتوريز مسلا فينا نعملون حسب كبر الحرف بدو يزبون فيها تكون 20 سنتيمتر فيها تكون 40 سنتيمتر الهوتور قديش معنا إسباس مطر ما عم نعمل يعمل إيفنت لأنا بشكل كوربوريت إيفنت بشتغل برايفيت فونكشون أنت حابت عمل شي ببيتيك في ني أنا أعمل لك فصل لك مثل عند الخياط سور مزور قديم معك مساري وصرف لك ياهون أوكي يعني كل شيء بيتنفذ سنهو دولي شفت الأحرف والي تقريباً 40 50 سنتي الحرف هيدا كين كمانا كوربوريت إيفنت نعمل سنة الماضي دوميل دوز هو بس المنتونس إذا بدك لكل قطعة بتكون هي لأنه التلج اللي عم تستعمله فيه مواد ما بتخليه دوب أبداً لا أنا الماي بس مكررة جاي بفيلتراسيون كندية مركبة على ما يتشرب البنين متعثي والبنين أنت بديك تستبق الأمور يعني سوى بنظف من الرمل والكلكل هذا مثلاً قاعد سبع ساعات برا كانت حرارة 30 البار هيدا بيعرس ورجعنا فكايني فكايت ورجعت ليش ما تركتو يدوب لأنه خلص خلص العرس من عشر ونص ساعة خمسة فكاينة فكايني وكان هذا العرس اللي كان عامل لك عنه كله شاندوليات آيس روم كولد روم شو بديك سميه حلو كتير كتير كان العالم أنه يه تلج جايلة ونحر الكونتراست بين الشمعة والشعلي والتلج هذا تشعر بشوتات قد ما بديك كمانا كسيت كمانا كاليات هيدولي بس ما بينعملوا بالشغل إيد يعني كمان كلك بيب كبيتة وأنا بعملها بالإيد كمانا أكيد كله أنت مش أنه قالب عبيه وسبوه لأنه أوكي مثلا هولي سارة الموضة عم نعمل آيس ولأعراس لفيه تصوروا عبروا من تاني ميل بيكون كتير ترانسبران فينا نعمل هول هايدي مثلا آيس كريم ستيشن بيعرس فيك ما تدوب البوزة أخر شي لأن خاصة أكيد تكون شوربة كايترين كامبانيز بنزلوا دغر بالتلج بالسورباتيير بالبليكسي بقلب هال يعني بيجمل بيفي طبعه ومش أنه أنه يتسف فالقة مثلا هوني بريمير كومينيون فينا نعمل كتير أصص لا لا أفكار كتير حلوة كامل واحد بفكرهم أكيد كريستال بس يميزتهم أنه هنا لأ يعني مشغولين بلاحظتها مثلا هوني عم تاكي أنتي في وزن هوني بين 2 و 3 قطعة في شيء 80 كيلو شبت كيف دمج الزهر مع التلج بفاز كبير مثلا هيدا شي إنه إليغانت منه يعني نحن دائما أنه نفكر على كل حال يعني نفتش عن الأفكار الجديدة مثلا هادي فرد لوتوس مثلا ببرايبت فونكشن تشوف مثلا ما بديك أكتر منيك أعطى ولليك الإضاءة لحالة هي مثلا أقلوني كل أطعاب أطعاب يعني عم تعملها ما في قويلة حلا أنا لكي أنا جايبت معي هيدا عملته كمينا لتليفزيون أجي أصور عندي كمينا كيف بعمل تكنيك حالو بقى بنبلوك تلجع منهم فيانو أخذ معنا شوية وقت لأنه بتاع في تصوير بدو فيز أكيد بس كان شو ما بقدور بعمول بقول فوزابل بعملهم ولا أنا ما مثلا هيدا خطبي اختراعاتي هولي أنا أطراحت هالموضوع على العرسين بقى أحبتهم لفحب الفكرة السيمتريسيتي بحب كتير بالشغل أنا يعني مثلا ستة عشر وردي قديش بيطلع قديش بدل وردي مثلا هوني للسيفود هيدا كلها هيدا كلها هيدا كلها متر آه مش بس فوق اخر شي اللي عم نشوفه كلها متحت لفوق كلها كلها استركتور تلج طيب هيدا مثلا قبل قدي وقت الواحد بدو يقلك روني عن شي تبايد يعني نحنا أكيد بدي أتليست فورتي ايت آور سننفذ شغلي ايه مش كتير ازامتها الشغل أنا لأنه عندي أنا ما كلفة انه هي أنا عندي عطول هلأ بتفوتي لعنالاتوليه بالفريزر عندي أنا خمسين بلوك تلج جهزين إذا بكرة بدو حدا آيز بار طول عبيلو بس وي كان حات يعني كاشغل على نهار كامل مثلا لك هيدا شاندوليه طول متر ونص هيدا تشالنج كين انه فينا نطلع بالعالم نجرب جربنا نطلع قد ما فينا هوتور كمان كتير جيوميتريك هيدا مثلا للمشروب تحطيها من فوق بتنزلي مساقه على نيني كمان هيدا كلها تكنيك بدك تحفر التلج وتطلع بي 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 بتعلمنيها بصير بدي عاملها هيدا كمانا مونتاج زيت الشي بيتحطي كوكتيلز بقلبها وبتشربية ومركب لحنا فيه ما هي عادة عادة بنزلوا بنزلوا آه حلو كتير هي هيدا لزة اللي لا شغلي يعني شغلي مانا ما هي فان بذات الوقت مميزة عن شو فينا نعمل نحنا بها الماي اللي هي انا بالنسبة للي فاكتور كمان تشرب ماي بشرب ماي بس ليك شو عم حولنا الماي للا حلو 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 يعني بيون بعد فيه اسا ستير يعني كل مرة انا جمي بوس اين لميت بعمل شلنج بيني بين حالي لانو عطول يعني هالقد متفرغ له لهذه الشغلة رون يعني اختبت لك الوقتك والله في عنا بارتي بنعمل احنا تليك فاميلي بزنس كل شي رات الالفلاور اندوستري لانسكيبينج ديزاين بس حدا بس يساعدك بالعطولي معي معي اشخاص بس بعد ما بيجرقوا هني بيشتغلوا بييدون بيساعدوني بس باك اوب إذا بديك بس انا كل شي بحفر بييدي واني بيستلمين معي انو مثلا بدنا بوكرة بلوكات تلج بمشوا المكانية تنقدرنا تصنيع بلوكات هي بتاع فاديش بتعملك بتاخد وقت مشبور يكون عندي بلوكات تلج كلفة كهرباء عالية اكيدة بالبنان موتور برايفت كل شي يعني انو مش بس حق الماي لانو هي اللوجستيك تراك مينستين ديجري تنينيكي هون على البيت مركبوني يعني بتلاقيون على كل حال يعني ان شاء الله لقيون بس انو طبوحنا اكيدة اذا بيصير في هدايب بيل بالبلد احما شئ هيدا احما شئ هيدا احما شئ هيدا احما شئ ماشانو مشانيك رجعنا اصلا يعني الله هيدا لا ان شاء الله الله راد الله بيبورد الحال يعني روني بهيدا الموضوع بدي إلا كيعطيك ألف عافية كتير حلو افكار كمانا كتير جديد اذا واحد بيحب افكار من هنوع ليش لا اهلا وصلا فيك روني محفوز صاحب كي بدقول متخصص بالوتلري بس كمانا يعني هيدا الشئ ماشي هو ساعدني صراحة الارضو لا تابل تقدر شوي لانو بس تروي على الناس بتعرفي انت انو اني انا بالبزنس طبعي بعرف شو بات كان ايبروبوز اذا في شي ممكن فينا نعمله في شي ما بنعمله وكيفي كتجاملي لعبي فيه الى ست حابة عاموتي ببيتا كتير منيح لكن اتكالنا عليك يا روني حدثك صاحب شركة متخصصة بحفر التلج أهلا وسهلا فيك مرسي 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 موشي هدينا فاصل ومنرجع ترجمة نانسي قنقر